ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينطلق هذا العمل القرآني العظيم المتميز في محتواه والمتميز في موضوعه وهي مسابقة القارئ العالمي التي تكون عبر الانترنت لعل هذا العمل يعني تتميز به وتتشرف به مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا أن تقدمه للعالم بكامله أن يشارك في هذا العمل القرآني الخير المبارك ولعل من الجديد في هذه المسابقة في نسختها الثالثة أنه تم إضافة فرع جديد وهو المتسابق القارئ العالمي الصغير فهناك القارئ المجود والقارئ المرتل وفي هذه النسخة الثالثة القارئ الصغير لتشمل جميع المتسابقين وتشمل جميع الذين يريدون المشاركة عن بعد في هذه المسابقة المتميزة المباركة جاءت فكرة مسابقة القارئ العالمي بأن يتم المشاركة والتقدم للمسابقة من خلال شبكة الانترنت ومن خلال النظام الكتروني متطور تقوم هيئة المعلومات الحكومة الكترونية بتطويرها بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية فسمحنا الكثير من ليس بساطعتهم الحضور إلى البحرين للمشاركة في هذه المسابقة مشاركتهم عن بعد وبالتالي فتح حساب لهذه المشاركة ومن ثم تسجيل صوتهم بالصوت والصورة التقنية نعم تقنية متطورة جدا تمكنهم من من تصوير وتسجيل قراءتهم مباشرة وإنشاء حساب خاص لهم وبالتالي نموذج مختصر لطبعا العاملات المسابقة ومن ثم كذلك حتى لجنة التحكيم العالمية التي موجودة تقوم بتقييمهم بتقييم طبعا الكم الكبير الذي سنويا يشارك في هذه المسابقة بسبب وجود هذه المسابقة على شبكة الانترنت العالمية ودخولها في كل بيت في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر